تنحصر تعاملات الجزائر أكبر دولة عربية وإفريقية مع جيرانها على تصدير شحيح أو مقايضة غالباً ما تتم خارج الدوائر الرسمية أو التهريب التي استنزف أموالاً فوق ما يتصوره العقل لسنوات خاصة المواد الاستهلاكية المدعمة انحرافات غذها غياب مناطق حرة سواء أفريقية أو عربية رغم توفر كل الشروط لإقامتها تقوم المناطق الحرة بين دولتين أو أكثر وتلغى فيها التعريفات الجمهورية على كل أو معظم السلع والخدمات المتبادلة بالنسبة للمناطق الحرة كما هو معروف على مستوى تقريب كل الدول التي تعاملت بها نعرف بالتسهيلات التي تكون هي تسهيلات محفزة نعرف بالجزائر الآن بوابة إفريقيا فبوابة إفريقيا هذه لازم كل المتعاملين الرغبين في دخول إفريقيا يمروا لازم يوجدوا هذه التسهيلات فالفضاء هذا أو البلاتفورم هذا لازم يكونوا مهيئين يعني من كل النواحي من الأمور الإدارية، الأمور الجبائية، أمور الجمركة، تسهيلات كاملة هي الرئة التي تنفس بها كل دولة، وبالتالي كل طموحنا وكل طلباتنا أنه إن شاء الله كما شفنا السلطة الجزائرية في أعلى هرمها والسلطة التونسية في أعلى هرمها التحب الكبير، التفاهم الكبير، الاتفاقات الكبيرة أن تنتفعيلها في هذه المناطق التبادل الحر وتكون فيها ديناميكية كبيرة بمجلس الوزراء الأخير وجه الرئيس تابون تعليمات بخصوص مشروع قانون متعلق بتحديد القواعد المطابقة على المناطق الحرة يحيي التبادل التجاري الحدودي فيحيي اقتصاد البلد المناطق الحدودية هي موادر جد طيبة ورح تقوم بتطوير الحركية الاقتصادية في المناطق الحدودية وهذا من تسهيل الإنتاج في إطار لزون فرانش هذا ومكاشر العوائق البيروقراطية والضرائب والجمركة السلام ولو أنها متأخرة لكن الحاجة إليها ما تزال قائمة بل وتمتد إلى أن تكون مثل هذه القرارات واقعية بنفس الرمزية التي كانت عليها لعقود